لأنه لما بقول لك اكتب قيمة مهام وانت بتكتبها وتمام كده وزي الفل واقول لك ها بقى شوف عملت منها ايه وكل وقت معين فانت واو ترخابط كل المهام الصغيرة السهلة في اول القيمة وتخلصها وتشطب عليها في وقت قصير جدا وتيجي تحطي ايدك كده في وسطك وتقول لي done تم يا فندم ايوة كده والادرنالين بقى يعلم والدنيا تبقى زي القشطة وتحس كأن انت حالة من الخضر كده بتحصل لك بانجاز وهمي انت بتبسط بيه نفسك الانجاز الوهمي اللي انت بتبسط بيه نفسك ده احنا بنسميه التحيز لاتمام المهام حصل حصل ان قيمة المهام هتبنائها زي ما كنا بنكتبها مع ماما واحنا في المدرس شطبنا على كل السهل تمام عملنا ايه بقى فضلنا في فقار لست ايه اسفة يعني في اللفظ الايه بقى يا جماعة تتضلي الحاجات السهلة ولا الحاجات الايه طبيرة صعبة اللي بتاخد وقت بعدانا ما كنت عملت ايه في نفسي في الاول طيعت اجلب الوقت في الحاجات السهلة وممكن تكون مش عاجلة كمان برافو حلو قوي ادي احنا ماشيين مع بعض او زي الفل ايه تاني خطرت نفسي واحضرت طغتي وانرجايزر قل نص بدأت تفضل تقريبا صح كده بس انا اعملت انتشكح وهمية النفس نعم والاهم ان انا اوهمت نفسي بالانجاز وانا ما انجزتش اصلا عجبتني اوي اوي اوهمت نفسي بالانجاز صح